طب انا حسألك سؤال يعني ومن كلامك يعني انا بحس ان انت في دفاعك عن شغلك يعني وحش وفي شخصيتك طفل خجول ازاي التناقض ده انا بتعامل مع عالمي ومع الكل المحضبية بشكل بسيط بشكل بسيط قوي وفي درجة عالية من الصدق ومعرفش اكذب وبحبش اكذب ومش متكلف يعني ما بحبش التكلف خلص يعني لما يجي بقى شغلي حد يقول لأ معلش انت مش اخد بالك يعني يعني لو عندي وجه النظر صح هقابلها وتبناها واقول يا جماعة فلان الكذا وفلان الكذا وكذا لكن لو عاوز نعمل حاجة غير اللي انا عاملها عكس اللي انا عاملها ولا حاجة سواء كان مخرج او مفني او مدير انتاج او وطفر يعني طب هسألك سؤال الدخل في مطبخ العمل يعني ايه اخطاء اللي بيقع فيها اغلب كتاب السيناريو في اول سيناريو يعملوه لازم يبقى عارف عاوز يقول ايه يعني عارف يقول ايه القضية اللي بيناقشها وزي ما قاله يبقى على قل في صفحتين ثلاثة يعني يكتب ده في صفحتين ثلاثة وعاوز ايه بالزبط يعني ويبقى قاسم على نفسه عشان يعرف وعاوز ايه عندما نصل الى انه خلاص ده اللي عاوزه يبدأ يشتغل هخش العالم ده ازاي وهنمو ازاي وهتطور ازاي ثم هصل للكلتشندو العالي اوي ازاي وبعد هنزل ازاي هنهي ازاي طب بيقال انه اللي بتكاتب السيناريو لازم يمتلك عين الناقد اللي بيرأي بالامور كلها وبيلتقط التفاصيل دقيقة وفي نفس الوقت بيمتلك قلب الفنان الحساسي اللي ممكن يتعاطف مع الناس كلها حاذاك رأيك في الرأي ده لا ده كلام صح قوي وده بينطبق مش بس على كاتب السيناريو بيطبق على نجيب محفوظه يعني نجيب محفوظ للعالم اللي هو عايشه يوسف ادريس العالم اللي هو عايشه هو ده بيستوعبه بالكامل ويبدأ يعبر عنه بشكل خاص به هو يعني هو شايفه ازاي يعني سواء المداء والثلاثية وكلام نجيب محفوظ بس ده نجيب محفوظ نجيب محفوظ يعني يعني هو طرق يوتيوب لذلك العالم لهذا المجتمع لهذا الواقع ازاي بيتطور وزاي بيانه وزاي كم فنفس الحكاية يوسف ادريس في قصة قصيرة كذلك يعني عند هذه العبقرية فعلا في ان هو يلتقد تفاصيل من غلثة من غلثة الثهر لان القصة قصيرة فيبقى فيها الايحاء اكتر من التصريح